بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن شروط الصلاة الشرط التاسع النية مسألة هل يشترض أن ينوي عين صلاة معينة كالظهر مثلا أم ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت اختلف الفقهاء إلى قولين القول الأول يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة فينوي هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر وينوي هذه صلاة المغرب أما إذا كانت عين أما إذا كانت غير معينة كالنفل فينوي أنه يريد الصلاة دون تعين القول الثاني قالوا لا يشترض تعين المعينة يعني لا يشترط أن ينوي عين الصلاة إذا كانت معينة وإنما يكتفي بأن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت فإذا توضى لصلاة الظهر ثم صلى وقد غاب عن ذهنه أنها الظهر فإن صلاته صحيحة مسألة ينبني على هذا الخلاف فروع الفرع الأول أنه لو صلى صلاة رباعية لكن لا يدري هل هي الظهر أم العصر أم العشاء فعلى القول بأنه يلزمه أن ينوي عين الصلاة إذا كانت معينة الصلاة لا تصح على هذا القول وعلى القول الثاني تصح الصلاة لأن تعيين الصلاة لأن الصلاة تتعين بتعين الوقت والفرع الثاني لو قال علي صلاة ولا أدري هل هي رباعية أم هل هي ثلاث ركعات أم ركعتان فعلى القول الأول أنه يصلي خمس صلوات حتى يعين كل صلاة بعينها وعلى القول بعدم التعين يصلي ثلاث صلوات يصلي أربع ركعات ويصلي ثلاث ركعات ويصلي ركعتان والذي رجحه ابن عثيمين رحمه الله من هذين القولين هو القول الثاني بأنه لا يشترط التعين وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة اشتراط النية في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة لا يشترط في الفرض نية الفرض فلا يشترط في صلاة الظهر أن ينوي أنها فرض ولا يشترط إذا صل الظهر في وقتها أن ينوي أنها أداء لأن أداءه لصلاة الظهر في وقتها هو فعل الصلاة في وقتها فلا يشترط أنها أداء ولا يشترط في القضاء نية القضاء لأنه إذا صل الظهر في وقت العصر فإنه حينئذ قد صل الصلاة في غير وقتها بعد أن خرج وقتها وكذلك لا يشترط في النفل سواء كان مطلق أو معين أن ينوي أنه نفل فإذا صل الظهر لا يشترط أنه يصلي نفلا لأن الظهر نفل وكذلك إذا صل الظهر ثم ذكر أنه قد أحدث بعد أن أنتهى من الصلاة فتجب عليه الإعادة والإعادة فعل الصلاة في وقتها مرة ثانية سواء كان ذلك لبطلان الأولى أم لغير بطلانها فلا يجب عليها أن ينوي أنها إعادة قال الفقهاء النية لها ثلاثة أوقات الوقت الأول أن يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام فإذا كبر نوى الصلاة الثاني أن يقدم النية قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير إذا قام للصلاة وقبل التكبيرة ينوي أنه يصلي الظهر أو العصر الثالث الوقت الثالث قال بعض العلماء تصح ولو طال الوقت يعني إذا دخل وقت الظهر ينوي أنه يصلي الظهر ولو بقي ثلث ساعة أو ربع ساعة أو طال الوقت فإن النية لا تنفسخ ما لم يفسخها فإذا فسخ النية فإنها تنفسخ أما إذا استصحب النية إلى أن يؤدي الصلاة فإن الصلاة تكون صحيحة ولو تقدمت النية بوقت طويل مسألة قطع النية في الصلاة إذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت الصلاة أما إذا تردد هل يقطع النية أم لا يقطعها فالمذهب أنها تبطل كذلك وهو مختاره صاحب الزاد عللوا لذلك بأن استمرار العزم شرط في الصلاة إلى نهاية الصلاة فإذا تردد دل ذلك على أن الشرط لم يتحقق وقال بعض أهل العلم أنها لا تبطل بالتردد لأن الأصل بقاء النية والتردد هذا مشكوك فيه فلا يبطل الأصل مسألة إذا عزم على مبطل ولكنه لم يفعل مثال عزم على أن يتكلم في الصلاة أو أن يحدث في الصلاة لكنه لم يفعل ذلك فهل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ قولان الأول وهو ما ذهب إليه بعض العلماء أنها تبطل لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة والعزم على قطع الصلاة يبطلها والمذهب أنها لا تبطل الصلاة لأن العزم على فعل مبطل لا يبطل إلا إذا فعل فالبطلان متعلق بفعل المبطل وما دام لم يوجد فعل فأن الصلاة لا تبطل وهذا هو الصحيح والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر